ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل عليه السلام يتلو عليهم آياتك كما أنزلت فيقرؤوها باللفظ ويحفظوها ويحفظوها لغيرهم ويعلمهم الكتاب وهو الكرآن الكريم والحكمة وهي السنة النبوية المشرفة ويزكيهم تسكية النفس أي تطهير النفس من كل شر والزيادة والنماء من كل خير فيجب أولا أن نطهر النفس من الشرك والكبر والرياء والحقد والحسد ثم بعد ذلك نملأها ونربيها بالتوحيد والإخلاص والتواضع وحب الخير للآخرين وخلونا ناخد مثال عن التسكية عشان نفهمها كويس لو عندنا كأس مصنوع من أجود أنواع الكريستال لكنه متسخ ثم وضعنا شرابا جميل الطعم فهل نستسيق هذا الشراب في هذا الكأس المتسخ؟ بالطبع لا فماذا يجب علينا أن نفعل؟ أول خطوة لابد من تطهيره من الوسخ والدرن وبعد ذلك نملأه بالشراب اللذيذ الطعم فنستسيق طعمه وبالتالي يجب أن نطهر أنفسنا جيدا من الشرك والكبر والحسد والحقد ثم نملأها بالخيرات والبرقات والأخلاق الحميدة هل تعلم أطول قصم في القرآن الكريم؟ في سورة الشمس قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والفلاح أعظم من أي نجاح فهمت حضرتك دلوقتي الفلاح يكون في إيه؟ في تسكية النفس وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فلا تتعجب أبدا من رعاة الغنم لما زكوا أنفسهم فقادوا الأمم وكيف نزكي أنفسنا بالمحاسبة دائما وحملها على الخيرات واتهامها بالتقصير وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إذا خلى بنفسه قال عمر أمير المؤمنين بخن بخن والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبنك هل تعلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه قبل الإسلام ماذا كان يعمل؟ كان قاطع للطريق ولما زك نفسه أصبح رجل لا يخشى في الله لوم تلائم وقال ابن الخيم الجوزي رحمه الله الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغلب ولا ينال بسوء والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة ودائما ما يأتي الحق سبحانه وتعالى بالعزيز الحكيم لأن الحق عز وجل وإن كان عزيزا فإنه يغلب بحكمته فتخير الله عز وجل من أسمائه الحسنى ما يتناسب مع الآية الكريمة فلما تكلم عن الحكمة أتى بإسم الله الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر